طيب أنت شرحت لنا أنواع الألغاز وعارف يمكن الألغاز دي من حاجات لطيفة قوي للأطفال كمان أن هما يلعبوا بيها خصوصا دلوقتي أن الأهالي كلها بتبقى متداية أن الأطفال 24 ساعة في سنة صغيرة قوي مسكين الموبايلات وهم بيدوهم الموبايلز بتاعتهم عشان خاطر الأطفال ينشغلوا بيها فإيه الأنواع المناسبة للأطفال عشان يلعبوا بيها من غير ما تبقى يمكن كبيرة على سنهم أو يزهقوا منها هو الألغاز يعني أحلى حاجة في الألغاز الليها بيبقى تصنيف صعوبة الليفل بتاعها يعني هو فيه زي ستاندرد عالمي كده بيستخدموه اللي هو بيبتدي من من لبل خمسة لليبل عشرة فالخمسة دي اعتبر اللي هو أسهل حاجة اللي هي بتبقى أنسب حاجة للأطفال خاصةً لو لسه في البداية وبتبقى معمولة برضو من ماتيريال كيد فرين لي ما تبقاش حاجة يعني يتعورهم قدر الله أو حاجة زي كده لما الأب أو الأم يحاولوا يشتروا لغز يشوفوا حاجة تبقى في الليفل حاجة أقل شوية ولو حاجة أصعب إيه الليفلز بتطلق أطفال الليفلز يعني يبتدي من خمسة خمسة أو ستة ودايما كل لغز بيبقى اللي وردوا عليه الـ age rating بتاعه بس خمسة أو ستة ده هو بداية السكيل بتاعة الغاز يبتدوا بيها وبعد كده لما يلاقوا أن الموضوع والله سهل معاهم وبدأوا أن هم يتعودوا عليها يطلعوا بألفل 7-8-10 مكمل معاهم